ينضم لنا الأستاذ ثامر الحربي من الرياض وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة أهلا وسهلا فيك في أمبسيف أسبوع نسألك في البداية كيف قرأت إعلان سمو ولي العهد عن هذا المخطط العام والملامح الرئيسة لمنطقة وسط جدة هلو سهلا أختي تغريد هلو سهلا أخوي علي إطلاق مشروع وسط جدة دليل اهتمام ودعم كبير من سمو سيدي ولي العهد بكافة مناطق المملكة واليوم شفنا هذا المشروع إطلاق في جدة اللي فعلا راح يجعل جدة غير مشروع ضخم مشروع يهتم بقطاعات كثيرة قطاعات سكنية قطاع الأعمال قطاعات سياحية ترفيهية ثقافية رياضية كذلك كلها راح تعكس القيمة المضافة لمدينة جدة راح تعكس الموقع الجغرافي المميز جدا لجدة على البحر الأحمر أنا أعتقد بلا شك جدا راح تكون بشكل مختلف خلال الفترة القادمة طيب إحنا عندنا معلومات أن حوالي 40% من مساحة المشروع هي عبارة عن مسطحات خضراء السؤال الأهم ماذا يعني انعكاس مشروع تطوير منطقة وسط جدة على سياحة والثقافة المحلية لجدة طبعا أخي علي 40% هذه تشكل خدمات العامة والمساحات الخضراء وهي تعدعم التنمية أو البيئة المستدامة وفقا لمبادرة السعودية الخضراء هذه بلا شك اليوم شفنا جدا جدا جهة رجاح كبير في استضافة فعالية الفورميلة ون وكذلك أمس اختتم رجال البحر الأحمر الدولي السينمائي بعد الانتهاء من هذه الوجهة العالمية والوجهة الذكية وفقا للعمارة بتخطيط وتصميم بالعمارة الحجازية الأصيلة ستكون نقطة جذب بشكل كبير جدا للزوار والسياح وكذلك ستساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للسكان والمواطنين والمقيمين في جدة اليوم نعرف أن مثل إطلاق هذه المشاريع هي تحقيق لمستدفات الرؤية من خلال اقتصاد مزدهر وكذلك مجتمع مفعن بالحيوية فبلا شك رح يكون لها أثر كبير يعني السيد ثامر ذكرت قبل شوي أن هذا الإعلان وهذا المشروع يسهم في رفع جودة الحياة للأهالي جدا حدثنا أكثر يعني برأيك ما هي أهم الإسهامات العائدة على أهالي جدا من خلال هذا المشروع بالذات طبعا لما نتكلم عن مشروع وسط جدا اليوم نعرف أن فيه أكثر من 17 ألف وحدة سكانية فهذا في الجانب السكني كذلك رح يكون في شاطر رملي تقريبا أكثر من 9 أو شريط ماي أكثر من 9 كيلو متر مربع كذلك رح يكون فيه شاطر رملي بـ 2 كيلو أو أكثر من 2 كيلو متر كل هذه بالإضافة للمنتجعات الموجودة الشواطئ أو الخدمات التي رح تكون موجودة من مطاعم من مقاهي إلى خدمات عامة كلها رح تلمس وتوفر خدمات لها الجدة كلها رح تساهم في رفع جودة الحياة مثل الفعاليات التي رح تكون المرتبطة في الثقافية والسياحية والرياضية كذلك لو أخذنا الموضوع وهذه نقطة جدا مهمة الموضوع والمشروع يستهدف توفير ألاف الفرص الوظيفية لأبناء وأهل منطقة جدة اليوم نتحدث كذلك عن كل هذه المشاريع اللي رح تكون موجودة رح تكون نقلة نوعية وبشكل ملحوظ وملموس للجميع طيب الآن ثامر يعني إذا تكلمنا وحاولنا أنه نرميها الكرة في ملعب كرائد أعمال يعني أنت تكلمت عن الفرص وتكلمت على أنه بيكون في حوالي 17 ألف وحدة سكنية منها 2700 غرفة وهذا طبعا غير المنتجعات والفنادق العالمية سؤالي لك أصحاب المشاريع يعني أنا كنت في الفورميلة الشهر اللي طاف زين واستمتعنا كلنا بالثلاثة أيام اللي كانت ولا أحلى كل أنظار العالم فيها على عروس البحر الأحمر كأول ترك للفورميلة على البحر هذا واحد ثنين الفورميلة رح يرجع في مارس المقبل بإذن الله هالمشاريع هذه وهالتطور وهذا المشروع الآن مشروع وسط جدا أعتقد إذا ما خانتني المعلومات أنه أول طبعا هو على أربع مراحل صح أهلي أو ثلاث مراحل إذا ما أنا غلطان ثلاث مراحل المرحلة الأولى رح تسلم فيه في عشرين سبعة وعشرين كل هذه المشاريع إيش تأثيرها على أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة تحديدا في جدة هذه فرصة لأن حتى الشركة التي إنشأت شركة وسط جدا لتطوير ويرأس مجلس إدارتها سمو سيدي ولي العهد ويحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة رح تتيح فرص استثمارية كبيرة وضخمة ليس فقط من داخل المملكة العربية السعودية حتى من خارج المملكة هذه الفرص رح تكون متاحة بشكل كبير نعرف اليوم التنزامات صندوق استثمارات العامة من خلال إعلان البرنامج أنه رح يتم انفاق أوضخ أكثر من 150 مليار في الاقتصاد الوطني هذه كلها رح تساهم بشكل كبير اليوم الفرص هذه فعلا سواء مكانة الفرص التنموية الموجودة من المراحل الإنشائية كذلك من استضافة مثل الفعاليات هذه كلها رح تكون موجودة ومتاحة للجميع أنا أعتقد أنه فقط الإقدام في مثل هذا الموضوع رح تكون فيه متابعة حتى في إعلان المشروع أصل جد أمس كان من ضمن النشرة الإعلامية اللي نشرت أنه في تطوير أو تسهيل الأعمال التطورية اللي رح تكون متاحة للقطاع الخاص وفقا لمعايير عالمية فهذا رح يكون فيه دعم كبير جدا لأصحاب المشاهد اللي رح تساهم في تنفيذ المشروع والله تبي الصدق يا سيد ثامر أنا تنفس السعداء منذ أن قرأت إلى أنه مشروع وسط جدة أخذ وسحب صندوق الاستثمارات العامة أنا هذا بحد ذاته كان مفرح ومبهج بالنسبة لي ضيفنا من الرياض ثامر الحربي مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة شكرا جزيلا لك